اهلا فيكم بسوي معاكم فحصة يمنية نفس المطاعم تماما في البداية نسوي الحلبة ننزل كوب موية ونضيف عليه ملعقة طعام حلبة بطريقة الرش نرشها رش ونخليها ساعة كاملة ترتاح بدون تحريك في هالوقت نسوي السحابق الأخضر شوية كذبرة وكراث وفلفل حار وثوم نحطهم في الخلاط مع شوية موية بس عشان ينخرطوا ويكونوا جاهزين نخليهم على جنب وهذه الحلبة بعد ساعة كاملة نصفيها من الموية اللي بالصطح ونحركها لمدة ثمانية دقائق حتى تبيض وبس تبيض معانا نضيف شوية ملح ونحركها شوي ونضيف غطى خل أو ربع حبة ليمون عشان تروح المرارة ونحركها مع الخل راح تلاحظوا إن المرارة تنتهي تماما بإضافة الخل أو الليمون وبعدها نضيف ملعقتين أو ثلاث ملعق من السحابق الأخضر اللي جهزنا ونحركها وتكون جاهزة نخليها على جنب ونحضر اللحم أو مرق اللحم نحتاج لحم وبصل وطماطم وصلصة وبهارات وملح طبعا وثوم في البداية نذبل البصل على النار المتوسطة حتى يذبل نضيف فصين ثوم ونحركهم حتى يتطلع نكهة الثوم لمدة دقيقة واحدة وبعدها نضيف اللحم تقريبا نصف كيلو اللحم نحرك في اللحم حتى يتغير لون اللحم وبعدها نضيف الكمون والكذبرة الناشفة والفلفل الأسود حبات الهيل المفتوحة والملح ونحركهم دقيقتين وبعدها نضيف حبة طماطم وملعقة طعام صلصة ونحركهم شوي ونغطي عليها حتى تذبل الطماطم شوي وبس ذبلة الطماطم نحاول نهرسها ونحركها مع اللام حتى تنهرس تماما وبعد ما نهرست معاني الطماطم نضيف الموية ممكن تحطوها بقطر الضغط بطل القطر العادي ونغطيها ونخليها تستوي تماما وعلى زيادة وهذا اللحم بعد ما استوى تماما شوفوا كيف مهري خليتها أكثر من المدة المعينة لللحم يعني لو يستوي على 40 دقيقة خلوه 50 دقيقة نحط اللحم في مقلة حجر ونحاول نفتت فيه طبعا نحط كل كمية اللحم لأنها بسيطة ونفتت فيه بالمغرفة حتى يتفتت تماما وبس يتفتت نضيف المرقة اللي نزلت من اللحم طبعا ونخليها تغلي غليان كامل لازم تكون بها الشكل مفتتت تماما اللحم وبس غلط غليان كامل نحط الحلبة اللي حذرناها مع بعض نخليها ثواني بسيطة ونطفي النار فورا عشان ما تثوب الحلبة شوفوا الحين طفيت النار وصارت جاهزة للتقديم وهذه الفحصة وصحتين وألف هنا نفس المطاعم تماما اشتركوا في القناة